أنه زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب الأمر هذا كبير أنه من تقعدون تتحدثون تحدثوا عن فضائل الإمام علي وتكلموا عن فضائل الإمام علي يعني جد لطيف أنه لما إخوان مثلا قاعدين جماعة أصدقاء قاعدين في بيت معين في بيتهم في المقهى في المسجد في الحسينية في السيارة يقعدون التقوا في عشر شباب التقوا أول ما يبدؤون بكلامهم إحنا أول ما نقعد بكلامنا نقول سلام عليكم عليكم السلام بعدين نقول مساكم الله بالخير الآخر يقول مساكم الله بالخير وهكذا ما أجمل أن نشيع هذه السنة الطيبة أنه إحنا من نقعد وراء ما نقول مساكم الله بالخير شلونكم شلون صحتكم أول ما نريد نبدأ قاعدتنا نبدأ أول واحد أول واحد أول واحد يروي رواية عن الإمام علي فضيلة يطينا فضيلة من فضاء الإمام علي يقول علي بن أبي طالب وصي الرسول مثلا فقط طالب أي فضيلة اللي بصفة ينطف فضيلة ثانية علي بن أبي طالب زوج البتول الثالث الضارب بالسيفين الرابع الطاعن بالرمحين الخامس المصلي إلى القبلتين السادس فحل الفحول إلى قال عباب خيبر قاتل عمر بن ود كذا 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 فضائل إنشيع ثقافة فضائل الإمام علي عليه السلام ما أجمل إشاعة هذه الفكرة أنه إحنا نقعد نبدي أو مثلا أنت في مواقع التواصل عندك مثلا في جهازك مجموعة من القروبات والمجموعات وكذا انشر يومية فضيلة من فضائل الإمام علي عليه صفحتك في الفيسبوك عليه كذا انشر يومية قل شيئا تكلم شيئا اذكر شيئا شيئا يتعلق بأمير المؤمنين سلام الله عليه هذا له آثار معنوية كثيرة له آثار كبيرة جدا وفيه أثر فيه أثر أثر كبير يعني الإنسان إذا تأمل فيه سيجد خيرا